اشتركوا في القناة وشو اللي ما لازم تطوره وشان ما تهدر مواردك عليه قبل ما نبدأ الفيديو لاسه تشتركوا في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل شي جديد وتحط لايك للفيديو ويلا خلونا نبلش اهم شي باللعبة مثل ما اشرح تلكون قبل الشخصية الرئيسية اللي هي سونج جون ف سونج جينو سونج جينو مهم اهم شي انك تلفل الشخصية الرئيسية لانه اعتمادا على مستوى الشخصية الرئيسية فيك ترفع لفل الهانتر الثانين يعني انا شخصيتي الرئيسية وصل لالخمسة واربعين فالهانتر الباقيين فيني ارفعهم للخمسة واربعين ف اهم شي الشخصية الرئيسية طبعا اسهل طريقة لرفع مستواك او مستوى الشخصية الرئيسية فيه عندك ثلاث طرق اساسية لتجيب منها الخبرة الشي الاول واحدة منهم اول طريقة وهي اهم طريقة برأيي هي الموارد الفري اليومية هالي هي بتلاقيها هون هاي بتجيب تلقائي موارد مجانية ما بتعمل شي بس انه بتعد وقد كل فترة يعني بتعبي هاي كمية محترمة خلاء 24 ساعة بتعبي كمية لازم تفوت تاخدها كل يوم بس هيك عمل دخول وسجل دخول وخذها بتعطيكم كمية كمية محترمة بتتلفل لك شخصيتك غير الدهب والقصص الثاني اللي ممكن تجيك منها فهي اهم طريقة free ما بتكلفك ولا بتعزبك ولا تساوي شي مجرد ما تسجل دخول على اللابة هتاخد هاي الموارد بشكل يومي طبعا اذا عبتاخدها مرة وسكرت ورجعت فتحت مرة يعني فيك تاخدهم يعني بشكل متقطع او انه تستنىها لتعبي كامل وتاخدهم مرة واحدة ما بتفرق فهي النقطة الاولى النقطة التانية اللي بيجيب منها experience هي القصة الرئيسية او story الرئيسية طبعا اهم شي انك تلعب الشابترات مو بس الرئيسيات حتى الشابترات الفرعيات فالشابترات الفرعيات كمان بيعطوك خبرة و experience فلهيك مهم جدا انك تلعبهم لا تروحهم مو تقول انه والله انا بس بدي لعب الرئيسي بدي بس ختم بالنهاية انت حتوصل لمرحلة توقف عند لفل ما يخلوك تلعبه او انت حيصير صعب عليك اصلا انك تلعبه مثل ما انا واصل لهذا البوس مالي قادر فوزه لانه لسه شخصيتي ضعيفة فهل هذا الحكي معناته انه انا ضيع وقتي واقعد حاول مرة واثنين واثلاثة لا بروح لفل شخصيتي بحاول جب لي experience طبعا بس وصلت لشابتر معين ولا نسيت اي شابتر يمكن تسعة او كذا بيفتح لك شي اسمه الهارد فترجع بتعيد نفس الستوري ولكن بيعني challenge اصعب بيصيروا لحوش اصعب الهذا اصعب طبعا بغض النظر انه ما في داعي لانه تعيد القصة ما بيعود بيعود بيشحلك رحلك القصة بس انه بتلعب الفايتات وهذا وبتاخد منهم كمان experience لتطور شخصيتك اظن لسه بيفتح كمان شي اسمه very hard انه لسه اصعب بس انا لسه ما وصلت له هيك اظن يعني سمعت او هيك مااني متأكد ولا بصراحة هاي النقطة التانية لتحصل منها experience اخر نقطة وهي اللي هي يعني فيك تقول انه تاني اهم الشي اول شي اليوميات هي اهم شي تاني اهم شي هي ال gate او البوابات هاي بشكل يومي في عندك كمية من المفاتيح لتلعب بوابات انا حاليا وصارت 13 اول ما بلشت يمكن كانت 9 او 10 بيزيدوا حسب مستواك المفاتيح اليومية اول شي بتعطيني 1593 بس في البنفسجية هاي اللي بيقلو لها dungeon break يعني هي انه اخترقوا البوابة وصاروا اخترقوا ال dungeon ولوحوش نزلت عالمدينة فهاي dungeon break وفيه اللي هي ال red gate البوابة الحمرة اللي بتكون اصعب اصعب شي يعني هي البوابة الحمرة طبعا وفيه عندكم اللي هي special gate بتجي دهبية صفرة لونا هاي special gate يعني بتكون بس لتجميع الموارد اي بسيطة يعني لا فيها فايتات ولا فيها شي بتقاتل وحوشيك ما بيقاتلوك هنه ما بيردوا بس دك تقتلهم بسرعة او بتقطع فيها chest بدك تضربه وتاخد منه الموارد فهي يعني ازا بتطلع لك الصفرة بتكون محظوظ يعني بتاخد موارد فري فهي البوابات وال experience اليومية والشابترات هي اللي بتلفلك شخصيتك طبعا ازا بتلعب عدد معين كمان فيه bonus تحت بتاخده كمان الشخصية الرئيسية وبتخليها توصل للمستوى اللي بعده اللي بعده اللي بعده مثل ما كنتم شايفين انا واصل 45 من اصل 80 طبعا كل ما ارتفع على ال level بيزيد كمية experience الي بدك ياها لحتى توصل وهي كمان experience بالبوابات مثل ما قلت لكم ترتفع على ارتفاع ال level فيعني فيه شي بعود شي بعدا مننا فيه عندنا skills تبع الشخصية skills لازم تختار skills الصح اللي بدك تقتل فيها صح وترفعون في عندكم skillات هدول هدول ما بدون يعني فيه شي اسمه حجار رونية بتطور skills هدول ما بيحتاجوا حجار رونية هدول اللهم بتستعملهم اثناء الفايتات هاي لما تعمل dodge ضربة بصير فيك تستعملها تنتقل لورا الخصم وبتبطئ الزمن وبتضربه هاي اذا كان فيه خصم بالجو رفعته بتقدر تضربه هو بالجو وهاي اذا نزل على الارض وما عمل له stun فهدول بيتفعلوا تلقائيا جو المعركة فلهيك مهم انك تلفلهم لانه بيعطوك يعني بيجوك بفري يعني بدون كل ما بتضطر انك تستنى وقت الخاصية وتستهلك معنا بشأنهم كلهم بيستهلك معنا بس انه هدول اهم شي لانه موجودين معك على طول ما حيتغيروا وفي عندك الالت الرئيسية طبعا اول شي انت بتبلش بالالت البسيطة هاي بعدين لما تخلص بيفتح لك الالت الاقوام منها هاللي هي هاي كمان مهم انك تزادل لانه الالت متاخد كتير من دم لوحوش وفي بدي يقل لكم تركزوا على خاصيتين مهمتين هاللي هنين الخواص اللي بتعمل بريك البريك هاللي بيعمل لما لوحوش فيه خط أصفر تحت الدم تبعهن هذا مثل درع اذا ما كسرت هذا الدرع بيكون ضربك يعني ما بياخد الوحش الضرب الكامل او الدمج الكامل من ضرباته فمهم جدا انك تعمل له بريك للشيل تبعه في خواص تعمل بريك مو كل الخواص بتعمل بريك هاللي اللي مذكور عليها كلمة بريك هي اللي بيعمل بريك فمثل ما كون شايفين في عن هاي الخاصية انا برأي افضل بحسة اكتر منها فهي افضل واحدة للبريك وهي تاني افضل واحدة وثالت افضل واحدة للبريك هي هي ولكن هي عيبها انه بتاخد وقت لحتى تعمل البريك اما اللهم لما يصير عندك الحجر الروني تبع المي هي بيصير بيعمل بسرعة اما العادية او الاحمر متل هاد بتاخد بكتير وقت ولكن دمجة اعلى بكتير بس ما بدك لانه الوحش ممكن يضرب انت بتعمله بريك فلهيك يفضل انه الحركات بتعمل بريك بسرعة فانا ما اعتمد على هاي وهي بالبريك حاليا وفي عندكم الخاصية للأعداء الكتير هاي الخاصية بتجمع سوا فيك انت تعمل لهم وتشوف كل خاصية من حجر لحجر بتختلف طريقة العمل الخاصية فاذا كان عندك هذا الحجر هتكون بطريقة مختلفة تماما عن الحجر الأولاني فكل واحدة مثل ما عبقلكم فيه إلهاء اسلوب إلقاء يعني بتنوع حسب نوع للحجر فبدك تشوف انت هي بتعطيك شيلد مثل ما لكم شايفين مع البريك هي كمان فيها بريك ولكن بناسبه طبعا كمان في هلا هل أحكي على موضوع الوحوش ومواجهتون إنه العناصر بتأثر فأنت بدك تختار العنصر اللي بيأثر على الوحش عرفت فإذا عندك يا طبعا إذا متاح بين إيديك كمان هاي بتأثر الثيل هاي بالنسبة للسكلات آخر شي عنا بالنسبة للشخصية الرئيسية هي الارتيفاكت الارتيفاكت طبعا هاي بحر لحاله عالم تاني فبدي أعود أشرح لكم بفيديو مفصل لحتى أنا حتى لسه ما لي فهمانه مزبوط لأنه ما لسه عندي كمية كافية من الارتيفاكت لأقدر أكون صورة كاملة عنه فحيكون إن شاء الله بفيديو منفصل بس مهم إنك تحط له قطع من نيحة مستواها عالي بشان تزد لك الضار القوة تبعك والدفاع والكريت دميج والكريت هيت طبعا هادا دول عالم يعني قصة لحاله لبناء الشخصية يعني حتكون لها فيديو مفصل إن شاء الله طبعا كمان مهم جدا إنه يكون عندك سلاح قوي حاول ما تطور الأسلحة للSR أنتل ما يكون شايفين أنا ما بحاول إني بس لفي الأسلحة القوية اللي هي SSR طبعا كمان اهتم بالأسلحة القوية في أنا اللي فهمته إنه هذا المنجل كتير ممتاز وفي عنكن خليني إزرحنا للوابون كاملين هون في أربوري لا سواني بس اذكر وين بتكون موجودة الكل اظن شوف هون بالكودكس او ايوه هاي الأسلحة تبع للشخصية الرئيسية خلينا بس ناخد الشخصية الرئيسية فمتل ما لكم شايفين في عنكن هذا الاسلاح الأحمر هذا كتير قوي إذا طلع لك أكيد طوره الاسلاح هذا كمان بيفيد كتير أنا بصراحة ما بعرف لسا يعني متعمق كتير فيها بس المنجل أكيد كويس كمان فأكيد طوره وفي الكتاب بيقولوا كمان الكتاب جيد ممتاز جدا أنا المحلية ما عندي غير المنجل من اللي بيقولوا انه كويسين فلهيك راكك عليه أكتر شي بالتطوير غير هيك انه المنجل بيجيك من كمان حتى لو ما طلالك بيجيك من مهمات التشالنج فمتل ما لكم شايفين أنا بالتشالنج سبعة بالتشالنج الثمانية أظن بيجيك بآخر شي ده أتبام كان التشالنج تسعة يعني أهوا بالتشالنج تسعة أول أول هدية بالتشالنج تسعة وفي كمان أظن بي التشالنج 10 كمان بيجيك كمان مرة تانية أو بالتشالنج 11 أذكر شي كتو بيطلع مرتين المهم بالتشالنج ات بالتشالنج 12 يعني التشالنج 9 و ال 12 فممكن تربحه وتعمل له ريفاين حتى لو ما لك قسبانه أنا هلأ ربحته تلقائيا فلما يحيجيني برفع له مستوى كمان اي مهم أنا برأيي من وجهة نظري إذا ربحت السلاح مرتين خاصة من السر لا ترفعه مرتين نفسه وإنما عمله أدفانس يعني ترفع له لفله عن طريق تدمج السلاح الثاني فيه نفسه بدأ يكون عندك مرة تانية حتى ترفع له فبتزيد أوتو أنا برأيي هيك أفضل من أنك ترفعه نفس السلاح مرتين إن كان للخفصية الرئيسية أو للهانتر مثل ما يكون شايفين أنا السلاح حاد تبع هاي الشخصية اللي هي تبع الضو ربحته ثلاث مرات ورفعته ثلاث مرات فصار عندي إيانا جمتين فهيك أنا برأيي أنا هذا رأيي شخصي يعني كل واحد حر ممكن أنت ترفعه وتقول أنا ما عندي أنا لو ما لي عرفعه ثلاث مرات كان فيني يطوره ثلاث مرات وحطه لثلاث شخصيات ولكن الأفضل أنه كل شخصية يكون لها سلاحة ويكون مطور أنا هذا رأيي شخصي نجي لموضوع الهانتر نفس الفكرة اللي حكيناها للشخصية الرئيسية الهانتر لا ترفع إلا الهانتر اللي هنين الـ SSR إلا اللهم إذا بدك يال العنصر يعني أنا هلأ مثلا ما كان ما عندي عنصر ضو لحتى ربحت الشخصية هاي فكنت متطور هات وبحتاج إنه يكون ببعض الوحوش إنه يكون عندي عنصرين ضو ألا بقلكن وين هنين بالمخام ما بجمع الارتفاق خاصة بهذا الوحش الكبير فهذا بحتاج عنصر ضو 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 شايفين عبيقلك إنه هادا الـ recommended element للضو فلهيك عندي واحدة من الـ SSR بستعملها وواحدة من الـ SSR وكمان في عنكن مثلا الثاني اللي هو بدكم ياب بدكم هذا ضو ضو شخصيات مية أنا الهلأ ما لي قدران تخدم فيه لأنه شخصياتي كلها نار وضو وضعاف قدام النار فلهيك ما عب بقدر فوزه فلهيك بدي شخصية مية فأنا مش طور هاي ولكن ما كتير قوية عب بستنى أني إربح SSR تكون مية إن شاء الله أربح إذا ما ربحتها بدي اضطر تطور شخصية ثانية SSR تكون مائية شاء قدر فوز هذا الـ domain فيعني في شي بيحكمك هدول لأنه أنت مضطر خليني أحكي عنهم بما أنه فتنة فيهم انت هدول بدك إياهم ضروري هدول الـ 2 أول الـ 2 ما كتير ترك عليهم حيعطوك لفل واطي من الـ artifact لكن هدول الـ 2 التانيات حيعطوك اللفل العالي اللي هنين من الـ 35 لحد الـ 55 لفل الـ artifact فأنت الأفضل أنك تطور شخصيات لتقدر تفوزهم لحتى توصل لأعلى لفل فيه وتحصل الـ artifacts من أعلى لفل لحتى تشتغل عليها لأنه ما لازم تشتغل على artifacts وطور artifacts لفلواطي وتصرف مواردك عليها أنا هذا رأيي فلهيك عبرك هلا لحتى شوف كيف بدي تجيب شخصيات وقويهم لحتى فوز هدول الـ Dungeon عندكم الـ Dungeon الثاني اللي هو الـ Instant Dungeon هاد هاد بتجيب منه النوع الثاني من الـ Artifacts هاللي هنين الحلق والاسوارة والخاتم والطوق فهدول كمان بهم تجيب لهم شخصيات هذا مثل ما لكم شايفين بديه عنصر نار وعنصر مي كمان عندي ضعف فيه لأنه ما عندي عنصر مي قوي وـ Igaros اللي هو بديه عنصر ظلام أنا عندي كافي من Igaros عندي شخصيتين ظلام الشخصية الرئيسية أصلا أنا بانية هي عندي سلاحين ظلام اللي هنا على الشخصية الرئيسية والشخصية الفرعية كمان عندي إياها ظلام اللي هي الـ Sniper فلهيك هادول الشخصيات اللي بدك العناصر يكونوا مناسبين للوحش هاللي عبت تواجهه غير هيك كمان بدك ترفع الـ Skills للشخصيات كمان مهمة للشخصيات الرئيسية اللي بتعتمد عليها بالـ Dungeonات بالـ Gate واتحطوا الـ Artifact جيد مثل ما قالت لكم لا تصرفوا على الـ Artifact اللي لفلواطي أنا هون هادول يجوني مجانيات ببيت الليلة هيك طورتن ومثل ما كون شايفين ما رفعتن حتى للـ 20 اللهم بس 10 و 12 و 14 لخلص مهمات في مهمات تطلب منك انه توصل الـ Artifact للـ Level 12 بالـ Challenge فبس هيك يعني مجرد صرف بسيط كمان قوي الشخصيات شي بسيط وبنفس الوقت ما أصرف كتير على الـ Artifact اللي لفلواطي تمام؟ عندي شي لفل 50 ولكن الـ State تبعوا مثل هاي مثلا ما كتير جيدة فلهي كمان ما برفعون بدك تلكون حامل فيديو شرح إن شاء الله للـ Artifact كامل بشرح فيو كل شي عن الـ Artifact هاي أنا برأيي الشغلات المهمة اللي لازم تعرفها طبعا ده توصل للـ Chapter 12 أو 10 شابتر 10 بالقصة كتير ضروري بعد ما تخلص اظن ايجاروس بالـ Chapter 9 ولا شابتر 10 ايجاروس لا شابتر 8 ايجاروس فالشابتر 9 بعد ما تخلصو ليفتح لك اللي هو Army of Shadow هو جيش الظلال تبعا اللي بتاخدها أول شيء طبعا بتاخد ايجاروس بجيك بعدين فيه اللي بتجمعها من البوابات وبتجمعها من القصة فهدول جمعون المية ولا تفتح انت بس تمشي بالقصة بيقليك انه تفتح الـ الدب وهذا المدافع ولكن لا تفتحن افتح هاي الشخصية لحتى توصلها تجمع لحتى توصل هاي الشخصية تفتحها بالقصة وفتحها هاي لانه هاي اقوى واحدة فيه هيك على هو ما فهمت وكمان معني متأكد انا عب بشوف كمان العالم شو اللي قبل مني لعبانين اللعبة لانه في عالم لعباني اللعبة من وقت كانت اصدار تجريبي انا لعبتها بس مجرد عشرة ايام لسا ففي كتير لسا معلومات مالي كتير بتأكد منها بس عب بعطيكم الشغلات اللي ممكن تكون اساسية وتكون توجهكم صح لحتى ما تصرفوا مواردكم بشغلات بلا طعمة طبعا فيه كمان الفلورات قد ما بتقدر تلعب فيهم وتخلص هدول بيجيبوا لك موارد كتير ممتازة حكيت عنا بالفيديو الماضي ان كان في قصة الحنطر او البلايا فيه كمان التحديات اللي هي Time Challenge هذا بتفوت بتحاول تخلص لوحوش باسرع وقت ممكن تاخد عليها جوائز فيه كتير كمان ايفنتات بتجيك بتلاقيها هون بالنجمة حاول تفهم وتجيب منه الموارد عد ما بتقدر هي بتتغير كمان كل فترة الايفنتات فهي كل شي بقدر فيتكم فيه ان شاء الله تكون شرحي ووافي وكافي ومستمتعين باللابة انا بصراحة صلي عشر تياع بلعبها وكتير مستمتع فيها اكتر شي تشالنج بالنسبة الي انه انا قدران العب بدون ما حط ولا ريال على اللابة او ولا دولار على اللابة وكتير ممتعة ومتل ما كون شايفين من كله حصلته هذا يعني كم هائل من الشخصيات النادرة والاسلحة النادرة وكله بفري بدون ما اصرف اي شي فان شاء الله تكونوا مبسطتوا واستمتعتوا وشوفكم اخير في فيديو جديد الى ان التفضيق في فيديو تاني ان شاء الله بشرح الارتفاكت شوفكم اخير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة